بيبدأ الفيلم مع تاسا ومامتها كارل وحبيبها نوة وبتكون وقتها تاسا بتحضر شنطتها علشان هتسافر الجمع وهتقعد في السكن هناك وبعدها بيتحركوا هم التلاتة ولما بيوصلوا للسكن والقودة تاسا بيلاقوا زميلتها اللي بتشاركها القودة واسمها ستيف وبترحب بتاسا لكن مامة تاسا بتكون قلقان عليها من ستيف وصاحبتها فبتاخد تاسا على جمع علشان تتكلم معيها وساعتها مامتها بتقول لها انها هتكلم المسؤولة علشان تغير قودتها فبتتضيق منها تاسا وبتطلب منها انها تطيق فيها وما تحرجهاش وانها المفروضة عارفة اخلاق بنتها كويس ومفيش حاجة هتأثر عليها او على دراستها فبتتطمن مامتها وبتقرر تسيبها زي ما هي في القودة وبعدها بتنزل تاسا مع مامتها وحبيبها نوة علشان تودعهم ولما بترجع القودة بتقول لها ستيف انها عارفة ان مامتها خفت منها فبتحاول تسا تجمل الموقف وبعدها بتنزل ستيف وتاني يوم بتنزل تسا للجامعة وهناك بتعرف على زميل لها اسمه لندن ولما بترجع للسكن بتاخد شاور وساعتها الهدوم اللي معها بتتبل فبتطري ترجع لقودتها بسرعة علشان تجيب لبس تاني ولما بتدخل قودتها بتتفاجئ بوجود شاب اسمه هاردين قاعد في القودة وبتقوله ان هو في القودة الغلط وان دي قودتها مش قده فبيقول لها ان هو عارف فبتستغرب منه تسا جدا وبتطلب منه ويطلع برا لكنه بيتجاهل كلامها وساعتها بتيجي ستيف وبتقول لها ان هاردين زميلها وبتعرض عليها انها تخرج معيهم لكن تسا بترفض وتاني يوم بتكون تسا قاعدة بتذاكر في المكتبة وبتيجي ستيف وبتقول لها ان في حفلة بالليل ولازم تروح معاها وبتوافق تسا وبطلعوا القودة سوا عشان يجهزوا وبعدها بيروحوا الحفلة وهناك بتعرفها ستيف على صحابها زيد ومالي حبيبة هاردين وبيكون وقتها هاردين موجود وساعتها بتعرض عليهم مولي انهم يلعبوا لعبة اسمها تحدي او صراحة ولما بيلعبوا بتسأل مولي تسا اذا كانت عايزة تتحدى ولا تبقى صريحة وساعتها بتختار تسا الصراحة فبتسألها مولي سؤال محرج وبتتدايق تسا جدا ووقتها بترفض تسا انها تجاول وبتقول لها انها غيرت رأيها وهتختار التحدي فساعتها بتتحداها مولي انها تخرج مع هاردين ووقتها بتقول لها التسا انه هما مش مهتمة بهاردن ومش حابة تخرج معاه وبتمشي فساعتها بتضحك مولي على هاردن وبتقوله ان دي اول بنته ترفضه وبيكون وقتها هاردن متدايق وبعدها بنشوف تسا وهي بتتكلم مع حبيبها نوة ووقتها لما بيعرف نوة انها في حفلة بيتدايق منها وبيتخنق معاها فبتافل في وشه بترجع الحفلة وبتطلع فوق عند القوة عشان تقعد في قوة الوحدة ولما بتدخل قوة من القوة بتلاقيها مليانة كتب ووقتها بيجي هاردن وبيدخل عليها وبيقول لها ان دي قطه فبتستغرب تسا وبتفهم ان دي حفلة هاردن وده بيته ووقتها بيحاول هاردن انه يتقرب منها لكن تسا بتسيبه وتنزل وتاني يوم في المحاضرة بيحاول هاردن انه دايق تسا وبعدها بيروح لها وبيتكلم معاه فبتقوله انه ينسى فكرة انه ممكن يخليها تفكر فيه فبيحرجها وبيقول لها انه ويفكرش فيها اصلا ولا في دماغه فبتتداقي منه تسا اكتر ووقتها بيجي لندن وبيحاول يهديها وبيعرفها نداء اسلوب هاردن فبيقول لها انه مامته هي زوجة المستشار سكوت ابو هاردن وانه هو وهاردن مش بيحبوا بعضه خالص وتاني يوم بتكون تسا في كافيتيريا الجامعة ووقتها بيكون هاردن مقود وبيشوفها فبيقرر انه يروح يكلمها وبيقول لها انه حابب يبدأ معاها صفحة جديدة ويكونوا اصدقاء فبوافق تسا ووقتها بيطلب منها هاردن انها تروح معاها المكان بيحبه فبتقرر تسا انها تروح مع هاردن ولما بيوصلوا بيكون المكان عبارة عن بحيرة كبيرة بيحب هاردن انه يسبح فيه وبينزل علشان يعوم وبيعرض على تسا انها تعم هيا كمان لكنها بتبقى مترددة بس في النهاية بتقرر انها تنزل تعم ووقتها بيتكلموا سوا وبتقربوا من بعض جدا وساعتها بيقول هاردن لتسا انهم هيكونوا اكتر من اصدقاء وبعدها بيروحوا المطعم علشان ياكلوا سوا وساعتها لما بتطلب منه تسا يحكي لها عن اهله بتدهيق جدا وبيطلب منها تغير الموضوع فبيتقوله انها تستنى لما هو بنفسه يقول لها حقته كلها وقتها بيتفاجئوا بمالي وزاد جايين ويعودوا معاهم وساعتها بتحاول مولي انها تدهيق تسا فبيقرر هاردن انه يمشي لكن مولي بتجبره يقعد فبيدي هاردن مفاتيح العربية لتسا وبيطلب منها تستنى فيها وبعدها بيروح هاردن لتسا ووقتها تسا بتقوله انها هتتكلم مع نوا وتقوله انها هتسيبه فبيقول لها هاردن انها كان بتفكر كده كتسيبه من زمان وانها ما تخليهوش هو السبب لان اللي بينهم تسلية مش اكتر وهو مش معجب بيها ومش بيحبها فبتتدايق منه تسا جدا وبتتعصب وبتسيبه ويمشي وتاني يوم بتتفاجئ تسا بنوا جاي زورها وبالليل بيكون في حفلة تخيم وبتروح تسا ونوا سوا ووقتها بتحاول مولي برضو تدايقها وبتختار لعبة يلعبوها ووقتها نوا بيتدايق من زميل تسا علشان غيران عليها وساعتها بيتدخل هاردن وبيضرب زميلهم لانه هو كمان غرع على تسا وبالليل بيتسل لندن على تسا عشان تروح له البيت ولما بتروح البيت بتلاقيه متبهدل ولما بتسأله عن السبب بيقول لها ان هاردن يتخنق مع بابا وسمع وهو بيكلم نفسه وقال اسمها وقرر يتسل بيها يمكن تقدر تساعد وتهديه ولما بتروح له تسا بيكون متعصب جدا ومتدايق من بابا لانه قرر خلاص يتجاوز ام لندن وحدده الفرح وبتحاول تسا انها تهديه وساعتها بيعتذر منها عن اللي قاله اخر مرة لمشا وانه ما كانش يقصد كلامه ده وانه فعلا معجب بيها جدا بس خايف يحبها وتاني يوم بتسحى تسا وبتكتشف ان هي نامت في بيت هاردن ولندن وبتنزل تجري لان نوا فضل طول الليل يتصل بيها ولما بتروح له بيكون هاردن راح وراها وساعتها بيشوفه نوا وبيفهم ان تسا كانت عند هاردن وانه في بينهم حاجة وبتطلع قدتها وهي حزينة عشان نوا ووقتها بتسألها ستيفا عن اللي حصل فبتقول لها النهاية ونوا مفصل وبتعد لأيام بتتجاهل هاردن وبعدها بتقرر تروح للبيت وتتكلم معي وبتشرح له ان نوا هو صديقها العزيز بس كان حبيبها وانه اهتم بيها كتير وهي حزينة انها جرحت مشاعره وتاني يوم في المكتبة بيتفاجئ هاردن تسا وبيستخبوا لحد ما المكتبة تقفل وبيفضلوا صهرانين فيها وبيقرأ هاردن لتسا ورواية بتحبها وبنشوفهم بعدها وهما بيقضوا وقتهم كله سوا وهما مبسوطين جدا وفي يوم بتيجي كارول مامي التسا تفاجئ تسا بزيارة وبتعصب على تسا جدا وبتطلب منها انها تنفصل تماما عن هاردن وترجع لنوة فبتتعصب منها تسا وبتقول لها انها مش من حقها تدخل في حياتها وتسن قوانينها عليها وتقول لها تحب مين وتحبش مين فبتقول لها مامتها انها لو ما سابتش هاردن هتقطع عنها المصروف وبعدها بيجيب هاردن ساكن تاني لتسا وبيوغدوا في ساو لان مامتها هتقطع عنها المصروف مش هيكون معاها فلوس تدفعها لساكن الجامعة وبتكون تسا فرحانة ومبسوطة جدا مع هاردن وباللي بيعملوا معاها وبتقدر تسا انها تقنع هاردن انه يحضر فرح بابا ولما بيروحوا الفرح بيقابلوا لندن وبيسلموا عليه لكن بيكون هاردن طول الفرح مش مبسوط وبتيجي امامة لندن وبتسلم على هاردن وتسا وبتقول لهم انها مبسوطة جدا انهم جميل فرح وبيجي ابو هاردن وبيسلم عليهم وبيقول لابنه هاردن انه سعيد انه حضر الفرح وموجود معاه لكن برضو بيفضل هاردن متضايق ومش بيتكلم خالص وبعدها تسا انها تهدي هاردن وبتقول له يستمتع بوقته كرشف حاجة لكن هاردن بيقول لها انه مش قادر يمثل وبعدها بيقعد بابا عشان يتكلم مع المعزيم وبيشكرهم علي حضرهم فرحه وبيتكلم وقتها عن هاردن ابنه وقدي ايه بيحبه قضوا وقت سواحل لما هاردن كان صغير فبيقول هاردن لتسا ان بابا كذاب لان كل ذكرياتهم سبأ كانت وحشة لان بابا كان طول الوقت سكرانه فبتقول له تسا انه اكيد يتغيره بقى احسن وبيحاول يعوضه عن ايام زمان فبيقول لها انه عمره ما هيقدر يسمحه لانه كان سبب في ازية مامته ومش هيقدر ينسدد وبعدها بتاخده تسا وبيرقصه سوا عشان تحاول تخليه يهدى ويستمتع بوقت وبعدها في الجامعة لما مولي بتشوف تسا بتقرر تروح وراها وتتكلم معي وبتسألها عن نوع فبتقول لها تسا انه هما انفصلوا وبتسيبها تسا وبتمشي ووقتها بتشك مولي فيها انها على علاقة بهاردن وبعدها في السكن اللي قعدة فيه تسا مع هاردن بيجي الهاردن رسالة من مولي بتقوله انها عايزت قبله وساعتها بتشوفها تسا ولما بتواجه تسا هاردن بالرسالة ما بيردش عليها وبيقول لها انها لازم تثق فيه وبيمشي وبتكون وقتها تسا وقفة مش فاهمة حاجة وبتفضل طول يوم بتبعتله في رسائل وبتكلمه لكنه مش بيرد عليها فبتقرر انها تنزل وتروح للمكان اللي بعتته له مولي في رسالة ولما بتوصل بتلاقي هناك مولي وستيف وزد قاعدين وبتروح تسا بتقعد معهم وساعتها بتتفاجئ ان هاردن ما قاله وهمش انهم ارتبطوا وبييجي بعدها هاردن وبتكون تسا قاعدة مصدومة منه وساعتها مولي بتقول انه خلاص لازم يوقف اللعبة لان الموضوع قلب جد مع تسا فبتسألها تسا عن اصداف فبتقولها انهما كانوا مرهنين هاردن من يوم لعبة صراحة او تحدي انه يوقعها ويخليها تحبه بعد ما احرجته وبتوريها فيديو متسجل فيه اللي حصل وبتكون وقتها تسا مصدومة ومش مصدقة اللي بتسمعه واللي بتشوفه وبيحاول هاردن انه يتكلم معها ويدفع عن نفسه لكن تسا بتوقع مش مستوعبة اللي حصل وبتجري عشان تخرج وبيجري وراء هاردن وساعتها تسا بتقوله انه كذاب وممثل وضحك عليها وخليها تحبه بجد وجرح قلبها وبتمشي وهي بتعين وتاني يوم بترجع تسا لمامتها وبتحكي لها عن اللي حصل ووقتها بتقول لها مامتها انه كانت خايفة عليها وكان معها حق وبعدها بتروح لنوة وبتتكلم معاه وبتقوله انه هي مكانش قصدها تجرحه وبتعتذر منه فبيقول لها نوة انه مش زعلان منها وانه هي من حقها تحب الشخص اللي هتختاره ولما بترجع تسا الجامعة بتقطع علاقتها بكل اصحابها وبتركز بس في دراستها وبيكون هاردن طول وقت بيفكر في تسا وحزين وفي محاضرة من المحاضرات بيكون مطلوب منهم يكتبوا رواية ويسلموها ووقتها بتدي المدرسة لتسا رواية هاردن وبتقول لها ان رواية كلها مكتوبة عنها وبعدها بتروح تقعد مع لندن ولما بتفتح الرواية بتلاقي فيها صورها وكاتب هاردن فيها ان هي الانسان اللي علمته الحب نها توقم روحه وبيتمنى يكمل حياته كلها معاها انها غيرته للأحسن حولته الانسان بيعرف يحب ويعبر عن حبه بدون خوف وبعدها بنشوف تسا وهي قاعدة في المكان اللي سبحت فيه هي وجه هاردن اول مرة ووقتها بيجي هاردن وبيشوفها بروح يقعد جنبها وبيقول لها ان هي اكتر شخص بيحبه في حياته حتى اكتر من نفسه وبيكتشف ان وقتها هاردن كان بيتخيل لان المكان ما بيكونش فيه اي حد غيره هو وبس وبيعدي وقته طويل والوضع زي ما هو وتسا بعيدة لست عن هاردن ومش بتكلمه وبتكون حالته النفسية متضمرة بسعب بعدها وبعدها بنشوف تسا وهي رايحة اول يوم شغلي لها في دارناشر كبيرة وفي الأسنسير بتقابل تريفر وبتكتشف نزميلها في الشغل وبعدها بترحب بها كمبرلي وبتعرفها على المكان وبتوصلها لمكتبها وبتفضل تسا تشتغل طول الليل لحدها بتنام على نفسها ولما بتصحب تتفاجئ بمدارها فنس قاعد قدامها وبيقرأ التقرر اللي كانت سهران تعملها عن الروايات وبينبهر جدا بشغلها وبيطلب منها تنزل معاه ولما بتنزل معاه وبتركب العربية بتلاقي معاه تريفر و كمبرلي ووقتها بيوصلوا لفندق وبيطلب فنس من كمبرلي انها تاخد تسا وتجهزها لحفلة بالليل ووقتها بيجهزوا بتحكي كمبرلي لتسا انها مرتبطة بفنس وبعدها بتلبس تسا فستانها وبتنزل وبينبهر تريفر بجمالها وبيروحوا للحفلة وبيكون تريفر و تسا قاعدين سوا وبيتكلموا وبيجي عميلة عندهم وبيقدم لهم مشروب يشربوا سوا ووقتها بيكون هاردن في حفلة مع صحابه وساعتها بتيجي مولي و بتحاول تقرب منه لكنه بيطلب منها انها تبعد عنه متكلمش معاه تاني وساعتها بتتعصب مولي جدا منه وبتزع وفي الحفلة بيكون تسا سكرانة جدا بسبب لشربته وبتتصل بهاردن و بتقعد تقوله كلام مش مفهوم فبيفهم وقتها انها سكرانة و بيقلق عليها جدا و بيعرفها ان هو مع الموقع بتاعها و هيجيلها وساعتها بيجي تريفر و بيساعتها تطلع قضيتها و بيعود معاها و بيفضلوا يتكلموا سوا و بيتعرفوا على بعض و بيكون واضح ان تريفر معجب بيها و وقتها بتوقع تسا على لبس تريفر العصير نفس اللحظة دي بيوصل هاردن و بيفضل يخبط بصوت عالي فبتروح تسا تفتح له وبتتفاجئ بوجوده و لما بيدخلوا بيلاقي تريفر بيتعصب هاردن و بيطلب تريفر برا القوضة وساعتها بتتدايق منه تسا وبتسأله عن سب وجوده عندها فبيعرفها ان هي اتصلت بيوها ساكرانا فبتتخنق معاو بتعرفوا ان علاقتها بينتهت و مش من حقه يتدخل في حياتها وتصرفاتها لكن وقتها بيقدروا ان هما يحلوا الموضوع و تاني يوم بتسحى تسا متأخرة على شغلها و بتلبس بسرعة عشان تلحق تنزل و وقتها بيصحى هاردن لكن بيلاقي تسا بتعملو برضو بطريقة وحشة فبيستغرب منها فبتقوله ان هي ما سمحتلوش و انها ما تسامحتش معاه وتعملت معاه بلطف امبرح لانها ما كانتش في وعيها مش اكتر فبيتعصب منها هاردن و بيشك انها على علاقة بتريفر ولها ما بتردش عليه بيقرر هاردن انه يضايقها و بيقول لها انه هو كان على علاقة بمالي في غيابها و لما بتنزل تسا بتلاقي تريفر مستنيها وقتها بتعتذر له عن اللي حصل امبرح من هاردن فبيقول لها ان هاردن كان معا حق لانه هو لو كان مكانه كان هيعمل زيه بقى له فترة طويلة لكن هي مش بترد عليه نهائيا ولما تقابله عملته وحش ومش عارف يعمل معها ايه وبيعرف انه بيحبها ومحتاج لوجودها وبيبعت لندن رسالة لتسا وبيقول لها انه هاردن يتكلم معاه وقال له انه بيحبها ومحتاجها ووقتها بيدخل عليها تريفر وبيقول لها انه عارف انه عيد ميلادها بكرة وقرر يعمل لها مفاجأة وهي عقدة عربية هتطفع قصتها براحتها من غالي الشركة فبتفرح تسا جدا وبتحضنه وبتشكره بعدها بتروح تاخد العربية ويكون معها لندن وساعتها بيعرفها ان هاردن سافر لندن فبتقول له تسا انها تعرفش عنه اي حاجة لانها عملت لبلغ وبعدها بتروح تسا للسكن اللي كانت قاعدة فيه مع هاردن وبتفتكر ذكريتهم سوا وبتاع التعايد وفجأة بيدخل عليها هاردن وبتجري تستخبأ وبتستغرب انه لسه مسافرش لما بتسمع صوت بنت معاه بتطلع عشان تهزأ لكن بتتفاجئ انها مامتو وبتفرح مامتو انها شافت تسا لانها بتحبها من كتر حب وكلام هاردن عليها فساعتها بتتخانق تسا مع هاردن انه ما قالش لمامتو انهم انفصلوا فبيقول لها انه ما قدرش يحكي لها اللي حصل فبتقول له انها هتجريف كتبتو بس علشان مامتو وبتيجي مامتو وبتقول لتسا انها تقعد معهم النهاردة لكن بتحاول تسا انها تعتذر منها عشان تمشي لكن مامة هاردن بتصرفة بتوافق تسعة انها تقضي معهم اليوم وبيهودوا سوا وبتقعد ام هاردن تحكي التسعة عن هاردن وهو صغير وذكريتهم سوا وتاني يوم الصبح بتودعهم تسعة وبتروح لمامتها وهناك بتقابل نوة وبيسلموا على بعض ويتكلموا سوا وساعتها بيحكي لها نوة ان باباها كان عايز يشوفها فبتتفاجئ لانها ما تعرفش اي حاجة عن الموضوع ده ووقتها بتتصل مامة تسعة بنوة وساعتها بتاخد تسعة تليفون من نوة وبتتخلق مع مامتها انها منعت باباها يشوفها وبتقرر تسعة انها تمشي وترجع تاني الهاردن وبالليل بيصحى هاردن مفزوع بسبب كوابيسه وتاني يوم الصبح بتقول مامة هاردن لتسعة انها سمعت هاردن بالليل وهو بيحلم فبتقول لها تسعة انه لسه بيعاني من الكوابيس وبتطلب منها ان تحكي لها عن الليلة اللي تسبب لهاردن بالكوابيس فبتقول لها انه وقتها كان عمره 8 سنين لما حصل عليها الاعتداء وانه روح لمعالجين نفسيين كتير عشان يتعالج لكن الكوابيس اختفت لما ارتبط بتسعة ووقتها بتفرح تسعة بالكلام جدا وبيسحى هاردن وبيروح لتسعة وبيديها هدية عيد ميلادها وبيقول لها انه مسموح لها تختار اي حاجة نفسها تعملها وتجربها وبعدها بينشوف تسعة وهي بتجرب كل الانشطة والحاجات اللي نفسها تجربها ويكون وقتها مبسوطة جدا وبعدها بتتصل كيمبرلي بتسعة لما بتروح لها تسعة وهاردن بتطلب منهم كيمبرلي انهم ياخدوا بالهم من ابن فانس لانه تعبان ولازم تروح تشوفه وبيقعدوا معاه وبيهتموا بيه وساعتها بيدي هاردن لتسعة هديةها التانية ولما بتشوفها بتكون فرحانة جدا بيها ووقتها بيتكلم ابو هاردن طلقته وبيطلب منها انهم يجوا الحفلة اللي عملها في بيته وبتوافق ان هما يروحوا وبعدها بنشوف هاردن ومامته ومعهم تسعة وهم في الحفلة وبيسلم عليهم أبو هاردن وبيستقبلهم في الحفلة بيكون هاردن متضايق لسه من بابا ومش قادر ينسى اللي حصل منه وهو صغير فبيتخنق معاه قدام الضيوف وساعتها بياختب بابا على جنبه بيقوله يطلع كل اللجوة من ناحيته وقتها بيقول هاردن على كل مشاعره وحزنه وغضبه منه وانه مش قادر يسامحه وانه بيعاني لسه بسببه فبيقوله بابا انه هو كمان عنا كتير وحاول كتير انه يخليه سامحه فبيتعصب منه اكتر هاردن وبيضربه وبيتصدم وقتها كل الموجودين ووقتها بتقرر ممت انها تمشي لانها بتبقى متعصبة ومتضايقة جدا من تصرف هاردن بيحاول هاردن انه يراضيها ويهديها لكن هيا بتقوله انها سامحك بابا من زمان عشان تقدر كويس انها تعيش وفي هدوء ولازم يحاول يغفر ويسامح عشان ما يهدش حياته اكتر من كده وبتسيبه وبتمشي ولما بترجع تيسة وهاردن على البيت بتكون وقتها تيسة هيا كان متضايقة منه وبتسيبه وبتروح تتمشي لوحدها وبيعود هاردن يكسر في البيت من عصبيته وتاني يوم بتقابل تيسة تريفر في الشو وبيعرض عليها ان هما يتغدوا سوا وبتوافق تيسة ووقت الغدى بيعودوا وبتكلموا وساعتها بتحكيلوا تيسة عن اللي حصل وانها مش عارفة تحلوا وتصلح الموضوع ازاي وساعتها تريفر بيقول لها انه هيتنقل لفرع الشركة في سياته لانه ترقى ووقتها بتهني تيسة ولما بتيجي تمشي بينصحها انها تبعد عن هاردن لانه انسان غير ساوي نفسيا فبتتضايق تيسة وبتقوله انه هو غلطان وبنشوف ابو هاردن هو بيتكلمه وبيحلله الخلاف اللي ما بينهم وبليل بيتصل فانس بتيسة وبيطلب منها انها تسافر لفرع الشركة في سياته لانه محتاجها هناك وهيتكفل بكل مصرفها فبتطلب منه تيسة انه يديها مهلة فكر وبعدها بتروح تيسة وهاردن لحفلة لاصحاب الجامعة وبتحس تيسة بغياب هاردن بتروح تدور عليها وساعتها بتلاقيه وبطلب منها انهم ما يروح وساعتها بتوقفهم مولي وبتستفز تيسة فبتقرر تيسة انها تكمل الحفلة للاخر وها بيعودوا بتقرر تيسة انها تنتقم من مولي على استفزازها ليها وبيفضلوا يتخنقوا سوى لحد ما بتتعصب تيسة جدا وبتقوم تهجم على مولي وبتضربها ووقتها بيتدخل هاردن وبياخد تيسة بعيدة عن مولي ووقتها بتسيب تيسة تيليفونها جانب هاردن ووقتها بيشوف رسائل تريفر وفنس عن سفارها وبتتدايق جدا وبينزل عشان يتكلم معها لكن ساعتها بيقابل جيمي وبتسمعهم تيسة ووقتها وبتفتكر ان هاردن بيخنها وبتتخنق معها اخناقة كبيرة وبيسيبوا بعض وتاني يوم الصبح بتفضل تيسة تبعت لهاردن وبتتصل بيه لكن تيليفونه بيبقى فاصل شحنه وبتنزل بالعربية عشان تدور عليه لما بيشحن موبايل وبيشوف رسائل تيسة وبيتصل بيها ووقتها بيقع الموبايل منها ولما بتجيبه بتعمل حادثة وساعتها بيعدي هاردن من الشارع اللي تيسة عملت فيه الحادثة كما بيرحقش عربية الاسعاء وبيكونش عارف هي في مستشفى ايه وبيفضل يتصل بكل المستشفى عشان يوصل لتيسة ووقتها بيخش عليه لندن وبيضربه وبيقوله ان السبف اللي حصل لتيسة ووقتها بيري ان موبايل هاردن وبيرد عليه ويفكرها تيسة لكن بيطلع تريفر وبيطلب منه انه يبعد عن تيسة ولما بتخف تيسة وبترجع البيت بتلاقي هاردن سافر وسايب لها رسالة وبيقول لها فيها ان هو بيحبها جدا وان الاحسن ليها انه يبعد عنها وبيعرفها انه مخنهاش وان البنت دي كانت حببته زمان وظلامها وكان بيطلب منها تسامحوا عشان يكونوا مستقبل نظيف وبيفضلهم الاثنين الفترة دي حزنين وبيفكرو في بعض وبتيجي مامة هاردن وبتتكلم معاه وبتعرفه وقتها انها تعرف فنس وعزمها على حفلة هيعملها لشركته ان تيسة هتكون موجودة ولازم يروح عشان يرجعها تاني وفي الحفلة بتتفاجئ تيسة لما بتشوف هاردن وبتمشي فبيفتكر هاردن انها رجبت العربية ومشي لكن بيكونوا وقفة برة وبتندها عليه وبتنزله وبيركبوا العربية سوا وبيتصلحوا وبالليل بيكونوا ماشيين سوا وساعتها بيهجم راجل متشرد على تيسة فبيمسكوا هاردن ولما بتشوفوا تيسة بتعرف انه بواها وبعدها بنشوفهم وهم واخدينه معاهم البيت وبتروح تيسة تحضر له اكل عشان يأكله وبياخد شاور وبيحلق دانه وبيعود معاهم عشان يأكل ووقتها بيقول ابو تيسة ليها انه كان دايما بيبعت لها هدايا في المناسبات وبيسأل عنها مامتها فبتقولوا تيسة ان مامتها ما اقتلهاش وبتعرض عليه تيسة انه يعود معاهم لكن هاردن بيكون متدايق منه جدا فبتطلب تيسة من هاردن انه يتكلمه على جمع ووقتها بتدخل تيسة وهاردن سوا القدو عشان يتكلمه وبتقوله ان ده ابوها حتى لو زمان كان وحش وغلط في حقها فبيقول لها هاردن انه خايف عليها منه وانه ابو مش كويس فبتقوله تيسة انها مش هتسيبه الواحده في الشارع ولما بيطلع هاردن بيعرض مبلغ على ابو تيسة عشان يمشي لكن وقتها بيقوله انه هنا علشان بنته مش علشان محتاج فلوس ويوتاني يوم بتفتح تيسة موضوع سفارها الفرع الشركة في السياتل على هاردن ووقتها بتتدايق وبيقول لها انه كان مخطط لما تخرج سافره سوا للندن ويعيشوا هناك فبتقوله تيسة ان دي فرصة كويسة ليها مش بتقدر تضيعها وبتحاول تهدي عصبيه وبيسيبها وبيرجع على البيت ووقتها وهو نازل بيلاقي ان ابو تيسة نازل هو كمان فبيعرض عليه هاردن انه يوصله في طريقه ولما بينزلوا بيروحوا سوا للبار وبيعودوا ويتكلموا عن تيسة فبيجي واحد سكرنه بيسمع كلامه وبيتدخل في الموضوع وبيتكلم عن تيسة بطريقة وحشة فبيهجم عليه ابو تيسة هو وهاردن وبيضربوه وقتها بياخد الجرسون تليفون هاردن وبيتصل باسم تيسة اللي كانوا بيتكلموا عنها ولها بيتروح تيسة للبار بيكون متضايقة منهم هما الاتنين بسبب الخناقة وبعدها بيرجعوا لبيت وبتطلب تيسة من هاردن انه ما يشجعش باباها تاني يروح للبار ويسكر وتاني يوم الصبح بيكون باباها قرر انه يمشي ويشوف حياته وبتكتبله تيسة رقمها عشان يرجع يكلمها تاني ويتقابله وبعدها بيرجعوا ويفتحوا موضوع سفر تيسة وبيتخنقوا بسببه بتقول له تيسة انه يقدر يسافر معاها فبيقول لها هاردن انه هو ما عندوش اي حاجة في سياتر عشان يسافر ولا حتى شغل وتاني يوم بتقول تيسة الهاردن انها عرفت انه رفض عرض شغل قدمه له فانس في سياتر فبيقول لها لان الشغل معجبوش ومش ده اللي بيطمح لي وبعدها بتروح تيسة وهاردن عشان يقدوا سفرية مع ابو هاردن وبيقدوا وقت حلو بيكون مبسوطين وبعدها بيروحوا يكلوا في مطعم ووقتها بيقابل هاردن صديقه قديمة ليه اسمها ليلي وبيسلموا على بعض وبيعرفها على تيسة وبيقعد معاها هاردن شوية وبتكون وقتها تيسة قاعدة متضايقة وغيرانة عليه ووقتها بياخد باله هاردن الجارثون اسم رابرت بيعمل تيسة بلطف زايد فبيغير عليها وبيقوم يروح له وليل بيكونوا قاعدين سوا وساعتها بيسأل هاردن تيسة اذا كان اسرارها انها تروح سياتر لعلاقة بتريفر فبتقول له سفرها عشان شغلها وبس فبيسألها تاني اذا كان فيه يوم كان عندها مشاعر ناحية تريفر فبتتوتر وبتتأخر في الرد فبيتعصب هاردن وبيسيبها وبيمشي وبتحاول تيسة توصله وتعرف ان هو راح فين لكنه مش بيرد عليها بعدها بيبعت لها رسالة وبيقول لها انه خرج مع ليلي فبتتدايق وقتها تيسة لما بتنزل تتمشى بتقابل روبرت بالصدفة وبيعرض عليها انهم ما يتمشوا ساوي وبعدها بيعودوا يتكلموا يتعرفوا على بعض ووقتها بيروح هاردن وليلي نفس المكان وبيتدايق هاردن لما بيشوف تيسة مع روبرت وثاني يوم الصبح بتلاقي تيسة هاردن بيحضر شنطته عشان يرجع فبتقوله انه مكبر الموضوع جدا فبيقول لها انه شاف رقم روبرت بين حاجتها فبتقوله ان روبرت صديقها زي ما ليلي صديقته وقرر انه يخرج معاه فبيقول لها ان ليلي صديقته من زمان ومش من حقها تقرر ان الموقفين ببعض وبيقول لها انها هتسافر سياتل وتقعد مع شخصه جوا مشاعر ناحيتها وانه مستحيل يقبل موضوع زي ده فبتقوله تيسة انه المفروض يكون واثق فيها وتاني يوم يرجعوا بيتهم وبترتب تيسة شنطتها عشان تستعد للسفر ولما بيرجع هاردن البيت بيكتشف ان تيسة سفرت خلاص من غير ما توداعه توصل تيسة لسياتل وبتفضل طول الوقت تفكر في هاردن وعايزة تكلمه لكن متردده حدا بتقرر فيهم تكلمه وبيفرح هاردن بالمكالمة وبيتطمن عليها وعلى أحوالها وبالليل بيرجعوا يتكلموا تاني وتاني يوم بيتكلموا وبيفضلوا يتكلموا سوا طول الوقت وكل يوم بتكون العلاقة ما بينهم بدأت تتحسن والخلاف بيروح حد ما في يوم بيقارر هاردن يفاجئ تيسة وبيروح لها سياتل وبتفرح وقتها تيسة بوجوده جدا وبالليل ما بينهم وبتستغرب تيسة ان هاردن كلامه قليل معها وكأنه متضايق منها في نص الليل بتصحى تيسة وبتكتشف ان هاردن مش موجود وبتنزل تدور عليه فبتلاقيه بيلعب بوكسنج وبيكون باين عليه العصبية جدا وبتنده عليه تيسة وبتحاول تهديه وبتسأله اذا كانت عملت حاجة دايقته منها انه متغير معها جدا فبيقولها هاردن انه حلم بيها وهي على علاقة بروبرت ومش قادر ينسى الحلم ومؤثر فيه وده اللي خلاه يسافر لها عشان يكون جنبها يمكن يهدى وينسى الحلم لكنه برضو مش قادر فبتقوله تيسة ان هي جنبه وهتفضل جنبه معاه انها مستحيل تحب شخص تاني غيره وبيصحة تاني الصبح وبينزلوا سوا يتمشوا وبيكونوا مبسوطين جدا وبيتفسحوا وبيعدي كام يوم وبيكون خلاص هاردن رجع لبيته وبتكون وقتها تيسة متضايقة ان هاردن هيمشي وكان بتكون متضايقة منه بسبب انه خب عليها انه ممتوه تتجوز كلمته عشان تعزمهم على فرح وبتواجه هاردن وبتقوله انه هم اتفقوا ما يخبوش عن بعض اي حيك فبيقول لها هاردن انه مش مخبي لكنه مش ناوي يروح الفرح لكن تسة وقتها بتفكر ان هاردن مش عايز يروح الفرح معاه فبيطمنها هاردن انه ده مستحيل يحصل انه عاوز يروح بيها كل مكان ولو راح الفرح طبعا هتروح معاه وقتها بيوضعه بعضه وبيمشي هاردن ولما بيرجع هاردن البيت بيلاقي الباب مفتوحه وحده جوه البيت فبيمسك اي حاجة عشان يحمي نفسه بيها ويدرب بيها اللي جوه البيت وساعتها لما بيدخل بيكتشف انه ابو تسة وبيكون شكله مضربه ومدبهد وقتها بيقول له ابو تسة انه اضطر يدخل البيت بطريقة دي في غيابه لانه هربام من شخص كان واخد منه فلوس ويدور عليه عشان فلوسه وياخدها وهو مش معاه اي فلوس يدهله فبيروح هاردن يجيب ساعاته وبيدهله عشان يباعها ويسرد الدينة لعليه وقتها بفترة بيكون شركة تسة عاملين حفلة وبيروح هاردن يحضرها وقتها بيقابل تسة وبيعود معيها وساعتها بيبلغها انه قرر ينتقل يعيش معها في سياتر وقتها بتفرح تسة جدا بالخبر وبعدها بيروحوا سوا يعودوا شوية مع مامة هاردن وبتعرض وقتها مامة هاردن على تسة انه تروح معيها المحل في 60 فرح عشان تساعدها في الاختيار وبترحب وقتها تسة جدا وبيروحوا سوا وبتكون مامة هاردن ساعدة جدا وبالليل بيتفاجأ هاردن انه مامته على علاقة بفانس وبيمسكه وبيضربه وبيعزع لمامته وهو مصدوم منها انه على علاقة بشخص تاني وهي فرحة بكرة على شخص والاني وبتحول وقتها تسة انها تهديه لانه بيكون منهار جدا وحزين وتاني يوم بتتجوز مع مامة هاردن وبيكون هاردن قاعد متضايق وحزين وبعد الفرح بيطلب فانس من هاردن انه يقابله في البر عشان لازم يتكلمه ويفهمه وبيكون وقتها هاردن متعصب جدا فبتروح له تسة وبتقوله انه لازم يروحه يسمعه ويشوفها يقوله ايه فبيروح هاردن وبيعود معاه وساعتها بيقوله انه فيه سر مدفون بقاله سنين وجي الوقت اللي لازم يعرفه وبيفاجأوا فانس انه هو بابا الحقيقي ووقتها بيتصدم هاردن من اللي بيسمعه وبينهار وبيمشي في الشارع وهو بيعاية ووقتها بيلاقي تسة مستنيه فبيجري عليها وبيحضنها وبيفضل يعاية الفيديو ده كتبته ألاء غازي وسجلته أمع العقيل ومنتجه رمي سمير وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنمي سليم